بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية معاكم عمر ابو لافو والنواردة ان شاء الله معنا محتوى جديد هنتكلم فيه عن الجنباري الشيش على الفحم ده الجنباري اهو جمناية جنباري مستورد عملنا في ايه اه اشارناه وطلعنا منه خط الرملة اللي فيه اهو تمام وده القشر بتاعه والراس طبعا القشر والراس هنعمله بايها الشربة هنا وده هنعمله به شيش الجنباري طيب الطريقة ازاي طريقة كل اختصار كده هنجيب البولة دي كده ونحط التوابل دي التوابل ملح وفلفل وكمون ده زيت زتون ده سوس البربكيو عصير اللمون وكرافس دي كده الحاجات اللي احنا حطناه ولبست ايه جلافز عشان عارف ايه اخلطهم ببعض وكنفاضل ايه كمان الخل نبدأ ما نحط الجنباري اللحم صافي واحنا مقشرينه وشاهلين منه ايه قط الرملة نبدأ نجيب العادين عادين عادين ونحط فيهم ايه الجنباري دلوقتي اللحظ ان المية سخنت اللي كنا عايزين نعمل بيها ايه الشوربة بتاعت قشر الجنباري نجيب قشر الجنباري ايه ونحطه ايه في الشربة ونحطه بقى لتوابل طبعا لتوابتها الشربة تكلمنا عنها قبل كده ومشان نتكلم عنها تاني في المحتوى بتاع شربة الجنباري وشربة ستيفود تمام ونحطه طماطم ونحطه كمان ايه الفلفل والجزر والبصل في هنا توم كانت تابعة التدبيلة بتاعت البربكيو ونحطها هنا واني ما نقلبها بالاسباتير وكمان هنزود النهاردة معنا حاجة اضافية الخرشوف احطها دي هاريسة هاريسة شطة طبعا هتخلي الكلام ده كله حمي كده احنا ولعنا الفحم وقال لنا دينا كده تقليبة للشربة عشان تكمل بقى سواء مع حلقة خلاص من نجدعه بيها دلوقتي الفحم هو غلع على قد ما نقدر كده ونحول واحدة واحدة نحط الجنبار عليه خلي بقى لك التدبيلة اللي في الجنباري دي بتطف الفحم فانت تحاول عد ما تقدر انك انت ايه تحط يعني تخلي الجنباري واقف كده بحيس ان هو ينشف وايه الفحم ما تفيش منك بتقول لكم اما حاجة طول ما انت شغيل لانك انت تدهن بالصوص على طول عشان الجنباري ما نشفش منك لان الجنباري ما فيوش دسم زي اللحمة هيستحمل ايه ان هو ينزل دسم وكده فانت لازم على طول تدهن اول باول بحيس ان الحاجة على طول ما تنشفش وده شكل طبق التقديم هنقدموه مع ايه توست محمص بالزبدة وشربة السيف وود والجنباري المشوي على الفحم وربنا يبارك في كل اكلنا